إيران تفاوض لمصالحها والعراق يدفع الثمن هكذا جعل نظام ولاية الفقيه في طهران من مصير العراق ورقة ضغط يساوم بها الأمريكيين بالنسبة لمباحثات الملف النووي تقول Wall Street Journal إن ما يجري في العراق ليس بعيدا عما تخطط له طهران في مباحثات فيينا بشأن برنامجها النووي ويوافقها بذلك موقع المونيتور الأمريكي الذي أكد أن تصاعد الهجمات الأخيرة على المصالح الأمريكية في العراق هي رسالة إيرانية سياسية بالدرجة الأولى لكنها رسالة لا تتعدى المناكفات بعيدا عن التورط بحرب دموية ولذلك تقوم الميليشيات الموالية لإيران بإطلاق الصواريخ على أهداف فارغة دون أن تجرؤ على جرح جندي واحد تابع للتحالف الدولي وكالة بلومبرغ بدورها تربط بين السلوك الإيراني في مباحثات النووي والواقع الميداني في العراق من المنظور السياسي حيث ترى أن طهران تريد من خلال هجمات الميليشيات إثبات هيمانة أذرعها على العراق في حال تعقدت عملية تشكيل الحكومة ولم تعد الأمور تخدم الأهداف الإيرانية أو هناك مسار يهدد نفوذها أي بمعنى مخاوفها من تشكيل حكومة غير كاملة الولاء لإيران ووجود طرف منها يغلب المصالح الأمريكية على مصالح إيران ما ذكرته وكالة بلومبرغ يؤكد حقيقة تصاعد مخاوف إيران من تعقد المشهد السياسي في العراق باتجاه تمزق المنظومة التي تخدم مصالحها فالمستقبل القريب قد يشهد تصاعدا للنفوذ الميليشيوي وتغلغلا أكبر في مؤسسات الدولة بحيث يصبح العراق واقعا بالكامل تحت قبضة إيران عبر وكلائها ترجمة نانسي قنقر